الانتخابات البرلمانية في العراق بنسختها الرابعة يبدو أنها لا تختلف كثيرا عن سابقاتها شكلا ومضمونا بل إنها ربما تتطابق تماما بالظروف المحيطة بإجرائها من حيث الخروقات الأمنية في العاصمة بغداد وتبادل الاتهامات والتسقيق السياسي بين شركاء العملية السياسية موسم الانتخابات الحالي كان كسابقيه من المواسم الانتخابية من حيث انشقاق الأحزاب السياسية وتشضي التحالفات الانتخابية التي تكونت حديثا حتى المشهد السياسي في العراق بدى وكأنه حلبة صراع بين ديكة فالذي يجري الآن بالساحة السياسية بالعراق هو نوع من حرب الوثائق والملفات بين شركاء العملية السياسية تقوم بها ما يعرف بالجيوش الإلكترونية لا سيما بعد تصويت البرلمان على قانون معدل يحضر على غير الحاصلين على شهادة باكالوريوس من الترشح للانتخابات ومع قرب موعد الانتخابات البرلمانية في شهر أيار المقبل سيعمد المسؤولون الحكوميون الذين بيدهم أدوات السلطة إلى الإطاحة بشركائهم الأضعف حلقة عبر الكشف عن ملفات وصفقات الفساد التي تعج بها مؤسسات الدولة العراقية مشهد التسقيط السياسي والتهديد بالملفات كانت سمة البارزة للوضع السياسي القائم بالعراق منذ عام 2003 وحتى الآن لكن إن رحت والله لأخلي الدنيا تنقل لأكشف للعراقيين وأنا خايف على العملية السياسية ولذلك التحالف الوطني طلب من عندما أروح لأن قالوا إذا تروح وتكشف كل هذه القضايا بنعمل عملية خربت موسيقى